من مفرقات فيروس كورونا الذي أصاب العالم بالهلع أن الطبيب الصيني الذي اكتشفه وحذر من انتشاره وخطورته تعرض لمحاولة إسكاته وواجه نهاية حزينة أغضبت الملايين داخل وخارج الصين إنه أحد الأطباء في مستشفى مدينة وهان الصينية وهي المدينة المنكوبة هذا هو لي ويلين يانج لا يتعدى عمره 34 عاما كان أول طبيب اكتشف وجود الفيروس وحذر منه لم تصدقه الجهات الرسمية وفي أول أيام ظهور الفيروس وهذا يعود إلى نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي تحول الآن إلى بطل قومي في الصين وخارجها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كان يمارس عمله اليوم في أحد الأيام فلاحظ فيروسا لا يشبه الفيروسات العادية التي يعرفها فيروسات الإنفلونزا فأخذ يدرسها مجهريا ليكتشف الاختلاف بينها وبين ما هو مألوف لديه فلاحظ أن النواة تشبه فيروس سارز الذي انتشر عالميا في عام 2013 لكنها محاطة بتاج أو كراون ومن هنا جاءت تسمية الكورونا أخبر زملائه على مجموعة واتس أب خاصة بأن عليهم أن يستخدموا قفازات وأقنعة لحماية أنفسهم لأن الفيروس خطير ويشبه فيروس سارز تصوروا ما الذي حدث له بعد أربعة أيام زاره الرجال الشرطة صينيون برفقة مسؤولي المستشفى وأرغموه على التوقيع على تعاهد بأن مقاله مجرد إشاعة ووقع هذا نحن نحذرك رسميا من العناد فيما تقوم به وإذا استمرأت في هذا النشاط غير القانوني فسوف نقدمك للعدالة هل هذا مفهوم؟ لكن السلطات المحلية في وهان اضطرت فيما بعد للاعتذار منه ومن عائلته بعد انتشار المرض عالميا ودخل هو العناية المركزة بسبب الفيروس في الثالثة من صباح هذا اليوم توفي الدكتور لي وين ليانغ بسبب الفيروس وخبر وفاته شهد لغطا فقد تم إعلانه ثم تكذيبه ثم إعلانه رسميا من جديد استمعوا للمتحدثة باسم يزارة الصحة الصينية اليوم أريد أن أعلن لكم أن الدكتور لي وون ليانغ في مستشفى مدينة وهان وبعد صراع مع المرض ومحاولات الأطباء إنقاذ حياته توفي البارحة تعزين لعائلته ولزوجته وأقاربه هؤلاء الأطباء والممرضون يعملون في الطليعة ويضحون بحياتهم من أجل مكافحة الفيروس قصة الدكتور لي وين ليانغ وفاته أثارت تعاطفا بين الصينيين ودفعتهم للمطالبة بحرية التعبير تحولت لهاشتاغ تتلوه منشورات تحمل حزنا وحدادا وغضبا وإشادة أيضا بهذا الطبيب الذي تجرأ على قول الحقيقة حول الفيروس لكنه تعرض لمحاولات إسكات خبر وفاته الذي انتشر عبر العالم أحرج السلطات الصينية كثير من الصحفيين يشتكون الآن من ضغوط لعدم الحديث عنه وعن إصابته والتركيز عن نجاح جهود المكافحة من قبل الحكومة الصينية لهذا الفيروس فضلا عن حذف التعليقات والمنشورات المتعاطمة